لم تغب رائحة الصراع بين مكونات الائتلاف الحاكم وتباين مواقفها من شكل حكومة الفخفاخ ومصيرها عن الجلسة البرلمانية المخصصة للاستماع لخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وانجازاتها بعد مئة يوم على توليها مهمها جلسة تغط عليها الاتهامات لرئيس الحكومة بالفساد واستغلال النفوذ مع مطالبته بالاستقالة الحاجة الأولى أنا نشكر كل من كان على حص النية سواء للبحر وإلا سواء للتبليغ وإلا سواء الشعب اللي تحير نشكرهم وهذه هي الديمقراطية وأعتز بذلك أزمة بيّنت اهتراء الائتلاف الحكومي في مشهد انتقلت فيه حركة النهضة من المطالبة بتوسيع الائتلاف الحكومي وإدخال أحزاب جديدة إلى تكثيف الانتقادات لشخص رئيس الحكومة فيما يبدو أنه اصطفاف نهضوي إلى جانب أحزاب المعارضة مطلوب من جهات مستقلة التي تقول هذا لها هي التي تقول قول الفصل والجهات المستقلة هي التي تحدد هل حصل فعلا تضارب مسارها منهم يحصل مطلوب من الهيئة مطلوب من القضاء أن يقول قولا فصلا الانقلاب في المشهد السياسي التونسي يجعل من النهضة وقلب تونس وإتلاف الكرامة قوة سياسية موحدة ووازنة تستطيع وحدها تمرير لائحة لسحب الثقة من الحكومة تهم الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة لياس الفخفاخ وجلسة الاستماع للحكومة أمام البرلمان عمقت من الشرخ بين مكونات الائتلاف الحكومي مع بروز تحالفات جديدة يأتي ذلك بالتوازي مع صراع قديم جديد بين رئيسي البرلمان والدولة حول السياسة الخارجية أزمة سياسية تونسية تأتي وسط تحديات داخلية وأقليمية لا تتوقف مراد الدلانسي تونس الميادين ترجمة نانسي قنقر